في الوقت ده في الستينيات النصف التاني من الستينيات القرن الماضي كانت موجة الإلحاد والفكر الحادي والفكر المادي عالي قوي 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 الشيوعية الفكر اللي هو يعني رافض مسألة الإيمانيات وكل حاجة بالعقل وكل حاجة بالعلم بالورقة والألم كانت علي قوي الموجة دي علي قوي حتى سجلوها أبا الكنيسة في السنكسار السنكسار يوم 24 برامهات ده هو إسكار ظهور الست العجرة هنا في الزتون سجلوا الخبر ده إنه كانت موجة الإلحاد وموجة الفكر الإلحادي والمادي علي قوي في العالم كله كان كتاب كار مستوردة كمان الضبط في العالم كله مش عندنا في مصر بس وبالتالي كان فيه شخصية خارج مصر تدعي النبوة وقالت في بداية الستينيات نبوتين النبوة اتحققت ونبوة ما اتحقتش النبوة الاولى اتحقت إن الرئيس الأمريكي جون كيندي حيقتل وبالفعل اتقتل النبوة التانية قالوا إن المسيح الدجال ونهاية العالم هتحصل سنة 62 هيتولد مسيح الدجال سنة 62 ويبتدي بقى إجراءات نهاية العالم سنة 62 فعدت سنة 62 وتلاتة وستين إلي عجلت 68 وتحقق ايه حصل فلما ظهرت الست العدرة هنا في مصر وبتدت الأخبار تتطير لخارج مصر عن طريق وكالات الأنباء فالراجل الأجنبي اللي كان بتتبع هذا الخبر ويشعر أنه هو يعني الست العرافة اللي قالت الخبر أو خبرين واحد منهم اتحقق بتاع جون كيندي والتاني لسه مش متأكدين اتحقق ولا لا بميلاد المسيح الدجال سنة 62 قال لعلي يكون المسيح الدجال يتولد في مصر سنة 62 وابتدى يمارس نشاطه بتضليل العالم عن طريق مثل هذه الظهرات فرح بعت أحد رجال الدين الأجانب لمصر مخصوص علشان يتأكد من صدق هذا الخبر من عدمه صدق وجود زهرات العدرة ولا دي تهيئات ودي من الضلالات اللي مشي اليومين دون فجيب الفعل هذا الشخص الأجنبي وقعد هنا قدام الكنيسة ليالي وشاهد بعينيه الظهور وشاهد المعجزات وكتب تقرير بل كتب كتاب من أروع ما يكون باللغة الإنجليزية اسمه العزراء تعود إلى مصر وهذا الكتاب يمكن غلافه يظهر دلوقتي على الشاشة وموجود باللغة الإنجليزية وصدر سنة 1969 تاني سنة بعد الظهور وتحول هذا الشخص اللي كان بيشك في الظهور وبينادي بالإلحاد والمادية إلى واحد من أكثر المؤمنين ومن أكثر الناس اللي دعوا للظهور ثبت إيمانا فأطلع من القصة باختصار أنه لعل كان ربنا عايز يفتقد العالم من الحرب اللي كانت موجهة لي في ذلك الوقت بالإلحاد والفكر المادي الشديد اللي رافض للإيمانيات ورافض للمعجزات ورافض للظهورات بحدث كبير جلل يهز العالم بالعلم والمنطق وبكل حاجة بش هاد يقدر ينكره وبشهادة عشرات الآلاف من الشهود مصريين وأجانب مسحيين ومسلمين كل الجرسيات وكل اللي عايز يشوف جهه مشاب يعنيه فهذه كتماعية مختلفة الكل